اول سؤال وصلنا النهاردة بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عظني زوجتي صعبة العشرة وهذا اختصال كبير وبيكبر جدا ولكن لا استطيع تفصيل وتعديد عيوبها فالله ستار ويجب استطر لي منها ولد وبنت ماذا افعل الله اكبر اول حاجة ماذا افعل دي اقل لا يعني اذا حاجة بتحب الاختصار فالاختصار لحاجات كتير عليك يجب عليك ان تخرج احسن ما فيها لان واضح سمحني يعني واضح من السؤال ان في حاجة كده عند بعض الناس انهم عندهم ناقدة ما بتشوفش الا الغلط ما بتشوفش الا الحاجات اللي فيها نقص وفيها قبح طيب نعمل ايه بقى لو انت عايز تغير زوجتك وتعمل معاها وتحسن حياتها اول حاجة الشخص اللي بيبقى من النوع ده اللي دايما بيعمل معاك حاجات مش مناسبة فهو بيعمل حاجات مش مناسبة عشان يستفز فيك حبك حبه ليك وحبك ليه فيستفزك فيخرج منك حبه فانت خرج لحبك فانت بتسألني يعني انا بسألك والله بجابك بكل اخلاص بكون حاجات مجربة الشخص ده لو هو بيعمل مشاكل 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 على طول هو بيبقى ناقص حنان بيبقى ناقص تفهم بيبقى ناقص ان حد يقعد معه ويكلمه فلذلك بيبقى طايح لو على حسب ما انت بتقول انت قلت ان انت ده انت ناقص تقول لي انا عمر وما شفت فيها حاجة حلوة انا طب اتجوزتها ليه بالمناسبة يعني انت اتجوزتها ليه مش كل الكلام ده كان ظاهر جزء منه قبل الجواز هتقول لي بقى اصلي كنت بحبها اه بقى كنت بتحب فيها ايه اه يبقى اول حاجة لازم ببساطة تشير الصورة السودوية دي عن من عينيك وتبتدي تشوفها مرة تانية بشكل تاني قال لي ازاي شوفها مرة تانية بشكل تاني ما هي كده ما تقول ما انت شايفها هي كده هتفضل كده تبقى انت لازم تعمل ايه تبحث عن المحاسن التي فيها انت بتقول ان انت عندكم ولد وبنت ومنسيت انت ما كلمتنش عن ان هي مسلا من طلعها اولادك مشردين لكن هي ساعدت ان هي تعمل ايه ان هي تحافظ على اولادك فابتدي من ده ان هي بتحب اولادك فابتدي منها واعمل ايه طبق قانون الازاح ان الحسنات يزيبنا السيئات كبر الحسنات اللي عندها وكبر الجمال اللي عندها وكبر الخير اللي عندها ايه اللي حاصل ربنا يفتح عليك وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكون اول عون باول حاجة شوف المحاسن اللي فيها وكبرها تاني حاجة اعلن وقول لها ان انت بتساعدها وثالث حاجة عشان خطر بلا عليك استحلفك بكل صفة جمال لله سبحانه وتعالى بطل الانتقاد بطل تنتقد لان كل ما انت بتشوف فيها حاجة وحشة اللي انت بتعمله من انك انت تشوف فيها حاجة حلوة وتكبرها بتروحها هي تنتكس الستات طبقهم كده ان انت متحاولش تعمل كده والانتقاد عندي كمان يضم اليه ان انت تقارنها بحد تاني ما تقارنهاش بحد تاني الله يستورك لو عملت كده ربنا هيجعل كل خير ان شاء الله